الكثير منكم سمعوا عن مجال التداول أو التداول عن طريق شركات التمويل وما عرفوش منين يبدأ اذا في هذا الفيديو سنحاول نشرح لكم المراحل باختصار. اول مرحلة خاصة تعرف ما هو نيجا تريدر كيف تعمل مع اللوجيسيال ستحاول تقلب على نيجا تريدر في يوتيوب. ستجد الكثير من صرحات بالدريجة باللغة العربية باللغة الانجليزية. خاصة فقط انك تقلب. تعلموا انكم تقلبوا دراري. لا تقوموا لا تقوموا بتقوموا بشيء لا تقوموا بشيء. كل شيء يوجد في يوتيوب. فقط تعلموا انكم تأخذوا رموك الذي تسمعوا وتقلبوا عليه. ستفهموا. حاول انك تبادروا وتقلبوا على الحاجة. لا تقوموا بشيء لا تقوموا بتقوموا بشيء يبيع عليكم 3000-4000-5000 درهم. في حين ان بإمكانك انك فقط تنضل بس او من التليفون تكتبها في يوتيوب ستفهمها حسن من ذلك ثانيا حاول انك تقلب على مجال التداول ماذا هو price action؟ ماذا هو ستفهم وتكون عندك فكرة عامة عن مجال التداول. لا تتعمق فيها بثاف. فقط فهم المصطلحات الرئيسية في مجال التداول. باش إذا دخلت عند تريدر. ولكن شي واحد يشرح في مجال الترايدن تكون تتفهم ماذا يقول لي. فعندنا مثال ان شي واحد يكون تهضر بالدريجة وبغير يمشي للطاليان والاسبانيول والنسية طاليانية والاسبانيولية. كيف أنك ستفهم معهم. هنا لا لغة الإشارات لكي ستفهم. يجب أن تكون فهم المصطلحات الرئيسية في التداول. وعرف ماذا يقولون لك الناس باش تخضر. مرحلة الثالثة هو أنك تقلب على سمارت ماني كونسيبت. يوجد الكثير من الحلقات في يوتيوب. هناك دورات مدفوعة منصورة فابور في جوجل. قلب على السمية هذه الدورة. أي دورة بنت لكم مدفوعة ولا لديك شرية. قلب عليها في جوجل ستجدها فابور. لا تحتاج أنك شرية تلعج باتك. وكانت لديك الفلوس أو لديك فلوس من الأول شرية هانيشا. لا لديك الفلوس حاول أن تستفيد من ذلك الشيء وإذا ربعته الفلوس من بعد الوضعية وكيفما يقولون استهلك بلا ما استهلك. المرحلة الرابعة هي أنك تريني في هذه الاستراتيجية في الديمو في نينجا ترايدر تريني على شهر أو شهرين تتعلم لها مزيان ويبلك أنك تحقق نتائج يوميا بلا ما يرجع لك السوق وبلا ما تقلص الدليلوس من بعد ما تكون تجاوز في هذه المرحلة التي تتحقق نتائج يوميا بلا خوف و بلا سترس ودينما تتحقق الطرقة ساعة يمكنك أن توجد إحدى الشركات سواء تيك تيك أو بروفيت أو فتيمو أو الكثير من الشركات تدوز تست بنفس الضروف التي ترينيتي عليهم في الديمو تنجح في التست وتعطيك كومب برسونيل وترجع كالترايدر كما تعلمتها في الديمو إذن السر كله في هذه المرحلة التي تكون تتعلمها الاستراتيجية وتضبطها جيدا هي الريسك مناطجي هذا الشيء الذي كان لا يوجد شيء آخر لا يوجد شيء سر في هذا الترايدر كامل لا يوجد شيء يتريني ويأتي بالترايدر يوميا عرف أنك تستطيع أن تخسره واحد النهار وتعود لغد المرحلة الرابعة هي أنك تتريني في هذه الاستراتيجية في الديمو في نينجا ترايدر تتريني على شهر أو شهرين تتعلم لها جيدا ويبلك أنك تتحقق نتائج يوميا بلا ما يرجع لك السوق من بعد أن تكون جاوس في هذه المرحلة التي تتحقق نتائج يوميا بلا خوف بلا استراتيج ويجب أن تتحقق تلك الساعة التي تتوجد إحدى الشركات سواء تكتيك أو بروفيت أو فتايمو أو كثير من الشركات تدوز تست لهم بنفس الضروف التي ترينيتي عليهم في الديمو تنجح في التست وتعطيك كونت لك برسونيل وترجع كتريدي كما تعلمتها في الديمو إذا سر كله في هذه المرحلة التي تتعلمها الستراتيجية وتضبطها جيدا هي ومعيزك هذا الشيء الذي كان لا يوجد شيء آخر لا يوجد شيء يسر في هذا الشيء لتريدر كاملين لا يوجد شيء يوميا ويجيب ليتريدر يوميا وعرف أنك تقدر تخسره واحد النهار وتعود الغد له هذا الشيء الذي كان في التريدر تقبل الخسارة تقبل الرباح وسوف تذهب بعيد في هذا المجال ويجعله لديك تارجت وآمن به سوف تصل له وآخيرا وليس آخيرا لا تسنوا أحد يعودكم لا أنا لا غيري لا أي واحد كل شيء في الانترنت وكل شيء مسروح في جوجل قلب فقط أنك نوض من بلاستك حيث العقز وقلب ستزيد القدام بقيتك تسنوا وكريتيكي وحضروا الكمنتر لا تقوموا والعمل اللي جاء سألقائك لا تشل كين إذا أريد أن تسويل دعني كومنتر